تعلق على موضوع أو قرار المجموعة للعامة والمتحدة لأنه صوتت أخيراً تقريباً أكثر من 18 فقط من قرارة 170 دولة يعني صوتوا لقرار وقف فوري وإنساني للحرب الدمار في غزة للسلطة التونسية أشهر للثاني أو أقل مشهر كانت أخيراً تعللت قالت أنه القرار يعني يساوي بين الجلاد والضحية وما يعطيش صورة واضحة وكانت حافظة اليوم رجعت دولة تونسية رجعت صوتت هذا ارتباك كيف تقرأه سياح من حالنا الآن والفلسطينيون صدورهم وظهورهم ورؤوسهم وأيديهم وأرجلهم تتعرضوا للقصر الصهيوني المتواصل كل يوم يعني عيب أنه واحد يستحي أنه يرجع يحكي على وضع الانقلاب في تونس لو كان جاءت الناس هذا من ذاك ربما سيد نعم لو كان جاءت الناس حقيقة مستعدة لنصرة الشعب الفلسطيني راه المنطب المنقلب يعني تجاوز كل ضغائنه على من يخلفه الرأي وراه قال هذا وقت وحدة وطنية من أجل انتصار للقضية الفلسطينية للك للأسف هو الآن مشغول بالحملة الانتخابية متاعه ومشغول بالصورة متاعه لا هو لم ينسى أستاذ أحد قضية الفلسطينية عند التونس فهو حريص أن صوته تقعد في الملف هذايا جاذبة لرأي العام لأن هذه قضية رافعة لمن يحملها هو في مصلحته أن تظهر الدولة متاعه منتصرة للحكومة أو للقضية الفلسطينية لذلك هو استقبل بعض الجرحة من غزة ويسارع باش يتصور العام مع الصغار باش التونس يقول والله هو رئيسنا منتصر للقضية الفلسطينية نحن لا نعلم أصلا شو حجم الدعم اللي بعثته الدولة الفلسطينية الدولة التونسية نعم للفلسطينيين نحن الفلسطينيين قاعدين يقولون بعض أصدقائنا راهوا مش قاعدة وصلنا المسالك الرسمية هذه مش قاعدة وصلنا في دعم من أشقائنا العرب هذه معلومة مؤكدة شدخنا تونسية إن كانت صادقة حقيقة في نصرة الشعب الفلسطيني أنها تدعموا حقيقة تبعد تدعموا مش فقط ناس نمشي يجيب لي جريح ولا طفل فلسطيني باش نتصور معاه باش يقولوا والله نحن ندعمه في الفلسطينيين للأسف هذه تصاور فقط تماش دعم قاعد يوصل للأبطال في غزة للجوعة في غزة للثكالة في غزة مش قاعد يوصلهم في دعم والخيرين متواسل قاعدين يدفعوا في فلوسهم معناها للأسف الجهات الرسمية هذه معناها على الأقل يوصلنا أنه راهوا مش قاعد يوصلهم بالطبع يمكن يتعذروا بأنه المسالك الرسمية معطلة ولكنه اللي يحب يعاون سيجدوا لشك طريقا للمساعدة أقلها أنه يستقبل رموز ووجوه المقاومة الحقيقية اللي قاعد اليوم دافع للفلسطينيين ودافع لحرية العرب والمسلمين كل العرب والمسلمين الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضت قبل يوم بسجن القيادية في جبهة الخلاص الوطني شاين عيسى مدة عام على تأجيل التنفيذ ستة شهور من أجل تهمة التحريض وأربع أشهر من أجل اتيان فعل موحش وشهرين من أجل نشر الإشاعات نذكر أنه شاين عيسى تم إطلاق صراحة أو قلت محكمة استئناف بالفراج عليها في قرابة 12-13 جولية شاين عيسى الآن محكمة بعمل سجن محكمة عسكرية فيما يسمى بقاطة التأمر عن الدولة يعني كيف كيف مرة أخرى في الوقت الشعب التونسي والدولة التونسية تحتاج أن تفتح إيديها لكل معارضيها من أجل أن نكون وحدة صماع فالخطر الذي يهدده يهدد الأمم ويهدد أخواننا في فلسطين كما قلت رأس الدولة سيد قيس سعيد مشغول بحملة انتخابية باش يوصل الأكتوبر ويكون الرئيس المفدى والمجاهد الأكبر مرة أخرى والرئيس الأوحد والقاضي الأوحد والود يعني الأعلام الأوحد لغير ذلك والمؤول الوحيد للدين وللدستوع باش وصل غديكة وميكونش فيه حتى معارض لأنه وش معناها أمر موحش شكون الأمر موحش موحش الفصلة ذا المكسومة 54 اللي يمنع كل إنسان من أنه يعبر على رأيهم فتوريد مؤسسات الدولة في مثل هذه الملفات هذا معناها مضعف لهذه المؤسسات فوريد المؤسسة العسكرية في محاكمة المدنيين هذا أمر مش مناسب هذا ضد مصلحة هذه المؤسسات اللي نحن نقدر أنها مؤسسات هي سور البلاد وهي تدافع على حما البلد مش انورطوها في معارك مع السياسيين مناظرين في الحقيقة ما لتكبوشي جرم إلا أنهم عبروا على رأيهم وإلا أنهم يحلموا بتونس خير بعد عمل